موسيقى جمعة القاهرة أربعين جمعة القاهرة عندنا تغيير هبة أحمد رجعت مكان مارينة متحت وجمعة بنها ما عندناش تغيير ودلوقتي مع الفقرة الرابعة فقرة تحت الضغط تحت الضغط أميرة وهبة هبة وأميرة هبة هتسمعي أغنية وترجعيننا تاني تفضلي أميرة عالي مكان مين اللي ضرابك على تحت الضغط؟ التيم كنت بتجومي على كم سؤال؟ يعني على حسن طيب اتفعنا نطمن على هبة تمام تحت الضغط كونتر كم عدد ألوان عالم دولة بلغاريا؟ ثلاثة صح مان هو الكاتب المصري مؤلف روايت أمريكان لي؟ أحمد خير التوفيق غلط مان قامت بدور إنجي في فيلم الباشا تلميز؟ غدا عادل صح في أي مجال علمي حصل العالم من ريكو فيرمي على جائزة نوبل؟ فيزي صح في أي محيط تقع جزر هواي؟ الهندي غلط قامت طورة الملك والشعب عام 1953 بأحدى دول شمال إفريقيا المذرب صح بيت كبير هي أغنية المطرب مصري معاصر فمن هو؟ محمد منير غلط ما هو ثلث العدد؟ تسعمائة وستين آم ثلاثمائة وعشرين صح ما هي الدولة الإفريقية التي كان هيطلق عليها قديما ساحل الدهب؟ جنوب إفريقيا غلط كويس مش وحش كويس مش وحش خمسة من تسعة لا خمسة من تسعة فالس عايزين هيبها تنضم لينا يا سليم طبعا كان فيش وقال ممكن يتجاو يعني آه يعني هي بتبقى كده هيبها عايزة تعرفي إلي حصل ولا لا؟ مش عايزة تعرفي؟ مش حولك خمس إجابات صح عايزة من تسعة سطورة تحت الضغط كونتر كم عدد ألوان عالم دولة بلغاريا؟ ثلاثة صح من هو الكاتب المصري مؤلف رواية أمريكان لي؟ آآ طحسي غلط من قومت بدور إنجي في فيلم الباشا تلميز؟ غدا عيد صح في أي مجال علمي حصل العالم مريكو فيرني على جائزة نوبل؟ طب غلط في أي محيط تقع جزر هاواي؟ الهادي صح قامت صورت الملك والشعب عام 1953 بأحدى دول شمال إفريقيا فما هي؟ آآ ليبيا غلط بيت كبير هي أغنية المطرب مصر؟ آآ سامر عشور صح ساحل العاد من ساحل الدهب ساحل الدهب غانة 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 ده السؤال اللي ما تجاوبش هو هو السؤال التاني أمريكان ليلمين صنع الله إبراهيم صنع الله إبراهيم خمس إجابات من تسعة وأربع إجابات من تسعة كلنا نحيي أميرة وهبا وهبا وأميرة تقدم النتيجة اتغيرت هبا كنتو كام؟ آآ أربعين وكم إجابة صح؟ أربع يبقى عشرين يبقى عشرين تمام أميرة كنتو كام؟ خمسين خمسين وخمس إجابات صح؟ خمسة وسبعين وعشر ناط وعشر ناط دي بقيتو خمسة وثمانين ودلوقتي مع الفقرة الخمسة فقرة دربات الجزاء دربات الجزاء أول اتنين هبا وميار ميار وهبا وحنشوف الهدف الأول لصالح مين سؤال الأول رياضة ما هو المنتخب العربي الفائس بالميداليا الزهبية لكرة طائرة رجال في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2005 وخمسة مصر الهدف الأول يا حينة يا هبا يا محظوظة مصر ديتك هدف ربيع ومحمد محمد وربيع سؤال الثاني فنون ما هو الفنان الذي قام بدور يوسف في فيلم هروب اضطراري بطولة أحمد الثق وأمير قرارة وغادة عادل وفتح عبدالوهاب عايزة أقولك حاجة مستحيل هنجرب إيه جابتك؟ أحمد العادي إيه جابة خاطئة حسيبك تفضل تجاوب لغاية ما تسأ محمد محمد تايسو إيه جابة خاطئة مين بقى؟ مصطفى خاطئة مصطفى خاطئة مصطفى خاطئة هدف بنا مقابل جامعة القاهرة لو فاطمة الزهراء جاوبة صح اتعدلته السؤال اللي جاي قدرات زينية السؤال الثالث حي المسألة الآتية 250 على عشرة زائد تسعة في خمسة يساوي كام؟ سبعين نهارة في الأول برافو عليكم ما انت تتعت شاطر أهو في القدرات الزينية مش ممكن السؤال اللي جاي سؤال جغرافيا يا إما جامعة القاهرة حتتعادل يا إما جامعة بنها حتتقدم 25 نقطة كمان إن شاء الله السؤال الرابع جغرافيا في أي من دول جنوب شرق أوروبا يقع كهف ليدينيكا يونان اليونان إجابة خاطئة تم افتتاحه 1961 على ارتفاع 830 متر جلغاريا؟ عمر الكهف تمانية وستين مليون سنة الهرف الثاني مش ممكن يميدو برافو عليه مش ممكن يميدو برافو عليه خمسة وعشرين نقطة لجامعة القاهرة النتيجة تعادل خمسة وثمانين خمسة وثمانين آخر فقرة بثمانين نقطة تسعين نقطة ميت نقطة هتحسم لقاء النهاردة المباراة لسه في الملعب وصعبة جدا المباراة ابتدت قوية جدا من الجامعتين الفقرة الثانية ما تجاوبتش الفقرة الثالثة ما تجاوبتش حاجة ما تحصلش جامعة القاهرة نجحت في الحصول على الخمسة وعشرين نقطة والتعادل العرف الثاني الحمد لله لانا اقدرت احسن ضربات الجزاء وقدرت اجاوب السؤال وارجع فريق للماتش ونبدأ من نقطة الصفر في عجلة الخاصة جامعة بنا لو كانوا كذبوا الخمسة وعشرين نقطة دول انا في رأي كانوا هربوا بالمباراة الحمد لله لقدرت اجاوب على خمس اسئلة في تحت الضغط لكن للأسف ما قدرناش نحافظ على التقدم وان شاء الله نعاوضوا النقطة اللي خسرناها في عجلة الحالة عدنا النهاردة ما هواش اللي احنا متعاودين عليه ضيعنا نقطة كتير ولكن ده كان بسبب ان الاسئلة النهاردة مش سهلة وان شاء الله نحسم الماتش اللي صلحنا في عجلة الحالة إجابة طائعة اللي حيكسب النهاردة حيعقد المجموعة مع آخر فقرة فقرة عجلة الحظ والعباقرة وبكده طلاب مصر جمعه 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء وكل نقطة بألفين جنيه بما يساوي مية وستين ألف جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي تلتمية واربعين ألف جنيه في خزمة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر